رحت الحبيب وكان الأول بابا توفى وبعدين هما الأثنين توفوا يعني في سنين متقربة كلهم من بعض تقريباً وكان هو عنده عشر سنين وقتها اللي ربيته جديت يا الله يرحمها وتعبت قوي 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 يعني لا يرحمها لو كانت موجودة تحكيلك حاجات تتعامل فيلم أو تتعامل مسلسل كانت بتحكيلي أنه كان حنين جداً جداً وكان بر بيها قوي 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 لحد آخر لحظة في حياته يعني هو الإبن الوحيد هو الإبن الوحيد وإحنا وعينا على الدنيا على جدتي معنا يعني دايماً أنا بقول ربنا أنا عم عليها باثنين أمهات هي أمي وجدتي أمها بابا الله يرحمه فإحنا تربينا لأنها عيشة معنا هي زيها زي ماما بالضبط حد ما كان بتحكيلي أنه كان بيركب القطر فكاد تقولي أنه لما كان يركب القطر ويروح البيت يجي معايا كشكول رسم فيه كل الناس اللي قاعدين في القطر فلحد ما خلص سنوية عمه وقال لها أن أنا عايز أدخل الفنون جميلة بابا كان ليه خاله محمد أبو دونيا هو اللي كان رباه مع جدتي ويعني يمكن هو بيعتبره زي أولاده يعني بالضبط وهو كان بيعتبره أب ليه وقال إن أنا عايز أدخل فنون جميلة فقدم في فنون جميلة ودخل كلية فنون جميلة والتحق بكاسم رسوم وتحركة في تلفزيون المصري وتخرج من فنون جميلة وكان بيدرس فيها وأول فيلم رسوم وتحركة هو عمله كان الخيط الأبيض أعتقد وبعد كده عمل الفوزير الفوزير الفنانة نيلي رهت الحبيب